نبدأ مع حضراتكم تفاصيل حلقتنا والبداية كان المعتاد مع أخبار مؤسسة الرئاسة لأن مبارح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع تابع في الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي وده وفق حصة مصر المائية الثبتة من إراد نهر النيل والبلغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا كمان وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادات دراسات متكملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة كمان سيدة الرئيس أجرى اجتماع تاني استعرض في موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة خصوصا الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي وده طبعا بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجد باستثمارات القطاع الخاص على نحو بيهدف لتعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني لسا مستمرين في أخبار مؤسسة الرئيسة لأن كمان إمبارح سيد الرئيس تابع مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية خاصة بما يتعلق بإنشاء مدينة أبو إير الجديدة اللي بتعد أول مدينة مصرية بيتم بنائها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط وتوجه كمان سيادته بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات التطوير وفق أرقى المواصفات العالمية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور هاني سوي لم وزير الموارد المائية والري واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير المخصصات المائية لها خاصة في منطقة توشكا بجنوب الوادي وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية بما فيها مناطق توشكا والعوينات ومشروع الدلتة الجديدة ومستقبل مصر لسيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكا إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع فضلا عن الدراسات ذات الصلاة بكل من تضاريس المنطقة واحتياجاتها المائية ومصادر الطاقة اللازمة وصلاحية وجودة الطربة ونسبة الملوحة وقد وجه السيد الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار خاصة عن طريق نظم الري الحديث وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه فضلا عن منظومة الصوب الزراعية إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب هشام سوفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع على مستجداد تطوير منطقة شرق الإسكندرية وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية وقد تم في هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية خاصة ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة والتي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبي قير إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبي قير الجديدة بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في كافة القطاعات مع رفض تلك الجهود بالتطوير الجاري حالياً في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول واللواء أركان حرب ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماعات تناول استعراض موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البرصة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيدا لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البرصة خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني لسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليا في مختلف القطاعات كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تلقى اتصال هاتفي من الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دي سيلفيا وخلال الاتصال تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات أكد سيادة الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل خصوصا مع تجربتها التنموية الرائدة والتي حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر